استقبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة معالي الدكتور أحمد عواض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى مملكة البحرين وتم خلال الاجتماع استعراض مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة وسبل تعزيزها بما يعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين الشقيقين هذا إلى جانب بحث زيادة التعاون والتمسيق المشترك وتوحيد المواقف في المحافل الدولية ومجالات التدريب الدبلوماسي وحماية حقوق الإنسان وأكد سعادة وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه في الوقوف إلى جانب الجمهورية اليمنية الشقيقة ودعم أمنها واستقرارها ووحدتها في إطار حل سياسي شامل ينهي الأزمة الراهنة ويحقق تطلعات الشعب اليمني في السلام والتنمية والازدهار من جانبه أشاد معالي وزير الخارجية وشؤون المختربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الثنائي ودعمها لأمن اليمن واستقراره ومسيرته التنموية متمنيا للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار